أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ما توليه الدولة من اهتمام غير مسبوك بقطاع السياحة والأثار وما تقدمه من دعم ومساندة من أجل تعزيز المكان الرائد لمصر دوليا في سوق السياحة جاءت تصريحات مدبولي خلال استعراضه مع وزير السياحة والأثار خالد العناني جهود تعزيز دور صندوق دعم السياحة والأثار وترتيبات استضافة مصر لمؤتمر المناخ كوب 27 وخلال هذا الاجتماع تم استعراض مستجدات الحركة السياحية الوافدة والجهود التي تقوم بها وزارة السياحة والأثار للتعامل مع تدعيات الأزمة العالمية الحالية على السياحة الوافدة من روسيا وأوكرانيا وكذلك التنصيق مع مختلف الجهات المعنية بتنظيم مؤتمر المناخ